هذا وقد شيعت إيران جنازة رئيس المكتب السياسي لحركة حمس إسماعيل هنية وقام المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي صلاة الجنازة على جثمانه في مصلى جامعة طهران من المقرر أن يتم نقل الجثمان جواً إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث كان يقيم هنية بشكل رئيسي من أجل إقامة مراسم الدفن غداً الجمعة جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حمس أدان خلالها ممثلون عن عدد من الدول الأعضاء بالمجلس عملية الاغتيال واعتبروها محاولة لتقويض جهود مصر وقطر في مفاوضات وقف إطلاق النار في القطاع مطالبين في الوقت الذاته بضرورة وقف إطلاق النار غير مشروطة في قطاع قزة نحن على شفير الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عمل إرهابياً باغتيال هنية في دهران اغتيال هنية اعتداء سافر وخبيث على أسس القانون الدولي استهداف المدنيين بغزة وبيروت يمثل فضاعة أخلاقية ووسمة عار على جابين البشرية لا يمكن للمجتمع الدولي الصمت إزاء هذا القدر من إراقة الدماء وازدراء القانون الدولي نضع لوقف نار فوري وغير مشروط في غزة ورفع الحصار غير الإنسانية على القطاع من جانبه قال مندوب إيران بمجلس الأمن أمير سعيد عرفاني إن اغتيال هنية مظهر آخر من مظاهر الإرهاب الذي تنتهجه إسرائيل منذ عقود على مجلس الأمن الدولي إدانة العمل الإرهابي الإسرائيلي باعتباره انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي اغتيال هنية مظهر آخر من مظاهر الإرهاب الذي تنتهجه إسرائيل منذ عقود الجريمة الأخيرة هي جزء من مصار أوسع يسلقه الكيان الإسرائيلي في المنطقة ما كانت إسرائيل لترتكب هذه الجريمة دون دعم استغبراتي من الولايات المتحدة نائب المندوبة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن روبرت وود استبعد أن تكون الحرب الواسعة وشيكة مجدداً نفي واشنطن تورطها في عملية اغتيال هنية لم تكن الولايات المتحدة على علم أو متورطة في مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في الواقع ليس لدينا تأكيد مستقل بشأن مزاعم حماس حول وفاته الجلسة الطارئة التي عقدت بطلب من إيران وإن كان قد طالبت بضرورة التهديئة والتمسك بالسلام إلا أنها أظهرت في الوقت نفسه عجزاً واضحاً لمجلس الأمن الدولية عن التحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المروعة ضد الشعب الفلسطيني وأيضاً المساءلة عن كل السياسات والممارسات الإجرامية التي تنتهجها إسرائيل بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر